اشتركوا في القناة بدون تعاون بناتهم لكن كل واحدة من هذه الدول رشحت خمس اشخاص خمس اشخاص عراقيين مين رشحهم الحكومات الحكومات رشحتهم يعني حكومة الامارات رشحت خمسة حكومة قطر خمسة سوركية خمسة والأردن خمسة هكذا تقال وبعدين كل واحد من ذول الخمسة هو رشح خمسة آخرين فهناك ما يسمى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثانية يعني صاروا خمسة وعشرين فصار ٢٥١ وزاعدا ٢٥٥ هل هذا لها علاقة بمؤتمر أنقرة الذي حصل مع المؤتمر؟ مؤتمر أنقرة كان هو التمهيد الذي حاله مؤتمر أنقرة مين عمله؟ تركيا عملتها لكن اليوم كان في الإمارات كانوا ما تردين عليه المؤتمر هذا بالنسبة لهم نحن لحد الآن ندهمهم أنهم اللي لا يدين لأن قسم من الشخصيات اللي هم جايين عليها هي طبعا السعودية أيضا بين السعودية والتنسيق بين السعودية والإمارات أما يمكن الآن السعودية والإمارات لا يختلفون هذا موضوع ما عرفه طيب وهذا يعني بده يعقد في نفس بغداد؟ في نفس بغداد الحكومة العراقية مبسوطة عليه؟ الحكومة العراقية غير مبسوطة إلا أنها تريد أنهم حسب ما فهمت أن الأمريكان هناك ضغطا يا أخي حلونا هذه المشكلة دخلوا السنة بالعملية كل هالسنوان ما قدروا يدخلون سنة اللي يعترفون بهم السنة بالعملية السياسية عندك المطلق وما مطلق والنجيفي والهاشمي وهذا الجبوري وإلى آخر لكن هالسنة ماذا يعترفون بهم؟ الآن يبدو أن هناك محاولة لإخراج العملية أنه لحيصيرون هذا المجموعة وبالتالي لكي تصبح العملية السياسية الآن قابلة للحياة بعد أن نكون خلصنا من داعش كما لو كانت الجرائم اللي كانت ترتكب في بغداد وفي الجنوب كانت تسويها داعش طيب هدولة يعني لما يستمعوا إيش هم جايين من خارج العراق ولا شخصيات عراقية في داخل العراق؟ شخصيات عراقية قسم منهم من داخل العراق وقسم من جايين من بره لكن أكو مثلا خميس الخنجر اللي هو مداخل للعراق لكن الآن في محاولة لتسويقه فقسم من الحكومة يردوه لأنه يحط فلوس وقسم منه الحكومة ما يردوه وعندك الأصوات مع بعض الوجهاء مع الشيعة سواء كان بالبرلمان أو خارج البرلمان يقولك هذولا كلهم إرهابيين ولا سترجعون البعثيين ومن هذا الكلام الاعتيادي المشكلة أنه الحقيقة لما نتكلم عن العراق لازم نعتبر بأن الوضع في العراق وضع في غاية الشذوذ والنشاز على كل المستويات فإحنا مدى نتكلم الآن والله يعني أحيانا مثلا يولام أهل السنة أشوف إحنا يعني الآن أصبحنا للأسف الشديد مضطرين أن نأتي نتكلم بهذه المصطلحات بينما كان المشروع من البداية أنه وحدة العراق أسوهم أنت عندك الغرب بالنسبة إلى سواء كأمريكا أو أوروبا لا يزالون يبحثون عن السنة باعتبار أن السنة هوية والسنة ليست هوية لن تجد عراقي سني هذه المشكلة الحقيقة بأنه ما معنى أهل عفارة هي لن تجد عراقي سني لا لا من ناحية الهوية السياسية كل واحد يقول لك أنا سني ويشتغل بالسياسة هذا ما العراقة لا سني ولا كده هذا الرجل يشتغل سياسة هي المشكلة أنه الوضع العراقي كله صار مقسم يعني سواء طائفيا أو ورقيا قبل الواحد التسعين ما المناسب يعني نحن في منضعة السنة قبل التسعين لم نكن إنما أنه هناك إشكالات بين السنة و الشيعة نكون نعرف بأنه هناك قضية كردية مطالبات بحكم ذاتي و أعلى آخر لكن لم تكنلم مشكلة طائفيا ظاهرة الآن السني هو مضطر أن يتحدث بأنه سني لأن العملية كلها أصبحت لم يعد هناك معنى أن يقول إنسان أنه أنا لا أريد أن تنطع فيه للحقيقة صار في تجربة أنا أخذت بأن تجربة إياد علاوي مع أنه ربما عليها ملاحظات كثيرة وارتباطات بدول خارجية وإلى آخره لكن كان هناك أمل بأن تكون هذه القائمة عابرة للطوائف لكن هذه التجربة أفشلت وفشلت وأيضا علاوي نفسه والمجموع التي كانت معه لم تنجح في تحقيق اختراق بعد أن حصلت على عدد الأول كان أظن 81 91 91 91 مقاد بعد ذلك حينما لم يترأس الحكومة انتهت الكرد وهذا أبلغ دليل على أنه الوضع في العراق في غاية النشاز وفي غاية الشذوذ ولا ينبغي أن نطبق عليه أي معيار من المعايير التي يمكن أن تطبيقها أنا لحد الآن مش فاهم هذا المؤتمر لما يحصل متى هو حيحصل؟ حدد دوله تاريخ؟ حدد في جولايح 15 يعني خلال الأيام القيامة هذا لما يحصل نظريا خلينا نتكلم نظريا إيش رح يطلع منه؟ رح يطلع منه مثلا هيئة تدعي أنها تمثل السنة في العراق؟ يبدو أن هذا هو الهدف الهدف أنه بالوقت الحاضر لأنه الغرب ينظر إلى الحكومة العراقية أن الحكومة العراقية ليس فيها سنة البرلمان أغلبهم شيعة أو السياسيين أغلبهم شيعة نعم عندك رئيس البرلمان واحد اثنين من الشخصيات الموجودة لكن يعتبرون أن السنة غير ممثلين والعراقيين يقولون أن السنة غير ممثلين والمدن السنية كلها الغرب والشمال والموصل كلها تم تدميرها وانتهت الموضوع ما له الآن يحاولون أن يجدوا شيء اسمه الكتلة السنية لكي تدخل في العملية السياسية هذا في تصوري هذا هو الهدف الرئيسي هذه المجموعة يفترض حسب ما فهمت أنها ستقوم بالإدعاء بأنها تمثل السنة لأنه فيه ثلاثة أربعة من أعضاء البرلمان المساري وغير المساري اللي هم أعضاء بالبرلمان العراقي اللي هم من الكتلة السنية فيه بعض الأشخاص اللي هم خارج العراق لح يجون للعراق لكن لحد الآن المسألة ليست أكيدة لأن هناك تهديدات من الخز علي وغير الخز علي أن هؤلاء إذا جوي نحن ننتقل منهم فالفكرة هي أنه خلق كتلة سنية لكي يتم إقناع أمريكا والغرب أن السنة الآن يشاركون في العملية السياسية وهذا مو بس هذا ولكن هذا جزء أيضا من الفكرة العائمة أو الأحلام التي جاء بها ترامب وفي أنه اعتبار إيران هو الخصم الأول اليوم والتهديد الأكبر المنطقة وكان من يعني لأجل أن ينجح مثل هذا الشعار لازم تستقر العملية في العراق بأنه والله إيران كانت الخطر الأكبر وللأسف الشديد السنة بسبب الفواجع الكثيرة التي مروا بها والتي الآن تقريبا واحد ينسى كثير من فصولها كانت في لحظاتها يعني فواجع كبيرة لكن الآن إحنا نسينا كثير من عندها لكن نظرا لذلك تجد وهذا أمر أنا لاحظت مثلا ضمن جماعتي وأصدقائي والمتابعين اللي في الصفحة أنه كانوا يهللون كانوا يستغربون شون أن ينتقد ترامب لما أجي أنقض ترامب يقولون كيف أنت ترامب هذا جاي لأجل أن ينقض أهل السنة أقولهم والله إحنا بلغنا من المسكنة درجة عالية جدا بحيث أصبحنا نعلق آمالنا على ترامب فقط لأنه جاء بالشعار وهو أنه إيران الخطر الأعظم فمن موجبات ذلك الشعار شنو قال بأنه الميليشيات والحجد الشعبي هذا أنا أعتبره أيضا بالإضافة إلى الإخوان المسلمين وبالإضافة إلى النصرة وداعش ومدري إيش هذولا جماعات إرهابية فأصبحنا نصفق ونهلل بينما 3-4 أهل السنة متهمين أنهم إخوان مسلمين أساسا فهم أيضا واقعين تحت هذا التصنيف هذا إن كان للأسف الشديد الذي ننسى أن الأمريكان فشلوا تباعا والرؤساء الذين فشلوا في أمريكا في وضع العراق كانوا أقوى وأفضل وأعقل وأحكم من ترامب بمئات المرات حتى جورج دابليو بوش الإبن ولم يستطيع أن يتعاملوا مع العراق لماذا؟ لأنه القاعدة التي بنيت عليها المنظومة السياسية في العراق لا يمكن لها أن تنجح لا يمكن لها أن تنجح باختصار العراق صمم وفق آلية ووفق المنظومة لا يمكن لها أن تنجح الدستور العراقي في حال تنفيذها حرفيا تؤدي إلى حرب مدنية حرب أهلية لا يمكن لها وهذا الأمر اللي للأسف الشديد فنظل إحنا نرقع نظل إحنا نرقع ماذا ننزل إلى الأرض بس النخب العراقية اللي بتوافق على هيك مشاريع و بتشارك فيها هي تحمل مسؤولية لكن النخب العراقية المشكلة اللي الآن نعاني منها بالعراق أن هناك مئات الألوف من العراقين الوطنيين لكن بالنسبة إلى ما مستعد يدخل تحت أي تنظيم لأنه كافة التنظيمات التي سواء كان يعني بلد بخمسين ستين حزب كلها كذب يعني هي ليست أعزاب ليس لا عندهم برنامج ولا عندهم عضوية ولا عندهم أي شيء اسمها أحزاب و أغلب الأحزاب هي أحزاب الأشخاص حزب أياد علاوي حزب محمد حزب بالأسماء فالناس النخب ما عادوا يستطيعون الدخول في هذه العملية الشيء الثاني أن هناك حالة يأس لأن ما يراد للعملية السياسية في العراق هو إيجاد العامل السني الهوية السنية أهل السنة بالعراق الآن إذا تأخذ كل المناطق التي تم تدميرها كلهم أصبحوا لاجئين لا ما عندك سنة بالعراق والله أمس أمس شفت فتج لقطات كانوا جابينها من الموصل تقول هيروشيما تقول نجازاكي طبعا مش معقول و إمرأة حقيقة كسرت خاطري والله يعني تكاد تبكي عليها ماس كطفل حديث الولادة و يمكن درج الحرارة خمسين أو فوق الخمسين في نهار هذا الصيف الحار و الناس حالتهم بالويل ماذا بقي لأهل السنة في العراق ماذا بقي لذلك الحديث مثلا الآن في العراق أنه ستجرى انتخابات طيب إذا تجرى انتخابات إذا ثلث الشعب العراقي الآن في مخيمات اللجوء لا في إحصاء لا في تعداد لا في خدمات لا في هويات كل شيء لا يوجد شيء و كثير من الناس وجروا حتى ما قدروا أنه يأخذون أوراقهم حتى اللي استطاع التدمير اللي صار يعني هاليوم حينما تلجم البيوت يعني إذا في لندن العمارة اللي راحة الناس راحة تكل هوياتهم طيب هذه المدن الرمادي و الفليزة و عانا و حديثة و الموصل و تكريت و سامرة و ديالك هذه ثمان مدن كبيرة ثاني أكبر مدينة اللي هي الموصل تم تدميرها عن بكرة أبيه و العالم يتحدث بما في العرب و بما في المسلمين عن التحرير من داعش مفهوم التحرير هو أن تبقي الشيء و تتخلص من الشيء السيء اللي فيه أما أن تدمرها على رؤوسها هذه مثل طائرة مختطفة و تتضرب الطائرة و توقعها تصدق أنه داعش اللي فجرت المسجد؟ لا 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 بالعكس أصلا المقاطع التي انتشرت بعد ذلك و تأكدنا من صحتها و منابر إعلامية بعضها رصين يعني الحقيقة دولية تظهر الصواريخ لا لا هذا الجيش هو الذي حقق و ربما باطلاع الأمريكان و ربما هذه الحقيقة للأسف الشديد احنا اليوم ربما مدار الحلقة هو ما يجري في الخليج و كذا و رح نتكلم عنها و لكن للأسف الشديد احنا الآن ننسى بأنه صارنا الآن 14 سنة 14 سنة على أكذوبة تحرير العراق و نحن ننتقل اليوم شوف تخيل في عام 2017 نتمنى أن نكون عام 2003 و نتمنى أن نكون في عام 2005 و نتمنى أن نكون في عام 2010 فاجعة بعد فاجعة نسينا نسينا من كثرتها و ملايين العراقيين ملايين العراقيين أصبحوا بلا مأوى بلا و أصبحوا يكفرون لا عملية سنة مهي هاي أنت لما أنت تقول يعني جزء من الكلام ما لأستاذ صباح في قضية أنه السنة وحدة من المسألة التي نجحوا في في إيجادها قضية أنه اليوم السنة إن تقوله عملية سياسية يكفر بها ما مستعد أصلا يفكر لا بسياسي و لا بمنظومة سياسية و لا بحزب سياسي أنا وحدة من البرامج التي بالمناسبة هي أصلا ما في عملية سياسية يعني هذه كذوبة و هي المشكلة و هي أصبحت هذه أنا خلني أضرب لك مثل قبل عدة أشهر قبل عدة أشهر أنا شاركت في برنامج على وحدة من القنوات التي في تركيا والبرنامج هذا كان في جمهور جمهور حي و كان عنوان ما البرنامج برنامج ساخن و العنوان ما البرنامج أنه هل الشعوب العربية مهيئة للديمقراطية و لا هذا كلام كبير كلام كبير في قناة مكملين زيان فأنا كان موقفي أنه الشعوب العربية شعوب مش عارف أنه كمان كلام كبير قناة الحوار أيضا ما تشتعرف فهذه الشغلة جديدة المهم فأنا دا أقول بأنه الشعوب العربية مهيئة للديمقراطية تخيل كان هناك طرف يعني خبير أيضا قال عكس هذا الكلام وهذا متوقع لأنه برنامج حواري لكن الذي لما أتوقع أنه الجمهور بأكثر من ثمانين بالمئة من عنده قال لا الشعوب العرب غير مهيئة للديمقراطية أحدهم كان عراقي أحدهم كان عراقي الأنظمة والثورات المضادة عملت للوصول إلى هذه ويشوف المسألة وين أحد الجمهور كان عراقي فكنت أحدث أنا نفسي أقول طيب يا فلان أنت ألا تستحق أن تعيش حرا ألا تستحق أن تفكر ألا تستحق قال إي نعم قلت لك طيب إذن معناها تستحق الديمقراطية قال لا أبدا الديمقراطية لم تأتي لنا إلا بالطائفية و بالقتل و بالإدريلات اللي بالرؤوس و بالتفجير قلت لها أخي هذه ما لها علاقة بالديمقراطية قال لا بل هي هذه الديمقراطية فاليوم العملية السياسية أنا و إياك نعرف بأن هذه مو عملية سياسية هذه سوق سوق يعني عفوا سوق لا يصلح للبشر ولكن للأسف الشديد في ذهن العراقي لما تقول لها عملية سياسية مباشرة هو يذهب ذهنها إلى المنطقة الخضراء و الذين يقطونوا إلى المنطقة الخضراء قبل أن عامة الناس في العراق من غير السنة يعني الشيعة في العراق ألم يتشكل لديهم نفس الشعور بأن هذه مش عملية سياسية هذه عملية نهب إلى حد كبير جدا إلى حد كبير جدا إلى حد كبير جدا ولكن يبقى يقال للفرد العراقي الشيعي يقال له ترى إذا رجعنا ما عنش الأمور سيئة و أنت ما عندك ماء نظيف و أولادك ميتين جوع و ما عندهم مدارس و ماكوا مستشفيات و الدنيا وين ولكن فكر لو رجعنا لصدام إلى أيام شو رحك و أنت حالك هي طبعا الطائفية وين فائدتها بالنسبة للنخب الفاسدة هاي فائدتها عندما يصبح العراقي الشيعي يشعر بأن ما يسمى العملية السياسية و هؤلاء السياسيين هم من يدافعون عنه كأذن طائفة و ليس كمواطن هنا طبعا هو بالنسبة له مستعد أنه يستغني عن الماء و الكهرباء لكن بدأ و يصير تغيير الآن في العراق الآن أولا الحجة ما لداعش تكاد تختفي تكاد تختفي والله غير يطلق طبعا لا لا تطلق يعني كل يوم أخي كل كده شاء القاعدة و بعدين ذرحون و بعدين ذرحون و بعدين ذرحون إلى أن تطلع أن الشماعة الجديدة الناس بالنسبة لها بدأت تشعر أنه يقولك يا أخي أنا أنا شو غلبتوني صداميين و ورهابيين و وهابيين ومعرف إيش أنا بالنسبة لي أنا وضعي الآن أسوأ مما كان قبل 2003 أنتوا لازم تلقوننا حل وهذا ما الموضوع يعني حتى بدأت بين أصوات بين الناس في جنوب العراق بدأ يقولك يا أخي بطلوا من الموضوع الشيعة لأنه اللي ينكبنا هم رجال الدين الشيعة المرجعية مالتنا والآن بدأت أصوات كثيرة تطلع صحيح من رجال الشيعة مهمين في لبنان وغيرها اللي يقولك يا أخي يا أخي السوء اللي يجري الآن هذا يجري باسم الشيعة صحيح صبح الطفيلي الأمين العام السابق اللي حزب الله الحقيقة كلاما من أروع ما يمكن يقول يا جماعة الخير بدأ يصير النوع من التغيير الآن وللأسف هاي المشكلة هاي الأصوات ما ضمها مازول بما في صبح الطفيلي ليس له صوت مسموع له في لبنان كلام صحيح هاي هذه المشكلة المشكلة أن الطائفية هي بيئة نتنا للنخبة التي تسرق يعني الفساد الآن العراق على أسوأ مؤشراته وفي ديل القائمة دائما مهول الذي يعاني منها الشيعي والسني الشيعي بس يعني محصل على أمان شوي زيادة عن السني بعد ذلك لا عنده خدمات ولا عنده علم ولا عنده بلديات ولا عنده كهرباء ولا مياه إلى آخرين لذلك هي فكرة الطائفية والله حتى الأمان مشكوك فيك أنا شفت التفجيرات التي تحصل في مناطقهم طبعا تصير كل مناطق ضحيتها بروح مئات طبعا مجازر يعني في بغداد لكن في الجنوب أظن لا لا حتى في الجنوب لا لا حتى في الجنوب يوميا يوميا لكن ليست بالكبر بالكبر موجود فهي مشكلة العراق الأساسية منذ 2003 إلى اليوم يعني مبنية على محورين المحور الأول هو أنه لم يبنى جيش على أسس وطنية بعد أن تم تسريح جيش العراق السابق والأمر الآخر أن الدستور وضع ليحمل يعني عوامل تفجير العملية السياسية أفضل مقارنة ممكن يسوي واحد بين 1920 لما العراق طلع من الانتداب البريطاني بريطانيا عملت نفس الأشياء التي عملت في 2003 جابت ملك من بره جابت الملك فيصل الأول من السعودية ثانيا وضعت دستور للعراق مشابه للدستور البريطاني ثالثا وقعوا اتفاقيات النفط مع الـ IPC وجماعته رابعا الملك جورج السادس وهي الملك فيصل الأول وقعوا اتفاقية الدفاع المشترك هذه الأربعة هي اللي سووها الأمريكان لكن البريطانيين حينما بنوا العراق رادوا يخلقون دولة قابلة للحياة على أن تكون صديقة لنا فجابوا دستور مثل ما البريطانيا وبرلمان ومجلس أعلى والنواب وعليان مشت الأمور الأمريكان جابوا عملاء جابوا سراق وضعوا دستور طائفي غير قابل للتطبيق ودستور بكل حالة يعني واحدة من أبسط الأمور في كل العالم الدستير في الدول الاتحادية حينما يكون هناك خلاف بين الدولة الاتحادية والدولة وأحدى الدول أو الولاية الأقليم السيادة كل الاتحاد باستثناء بالعراق بالعراق حينما تختلف الدولة الاتحادية مع الأقليم الأقليم أهم طبعا كانت أمامهم فكرة التقسيم واردة وإن كانوا ربما أرادوا تطبيقها بالتدريج مع العلم أنه في دول تعاني مما تعاني فيه منه العراق من طائفية ومن قسامي لآخره وصار فيها حلول دستورية ربما آقد ولكنها أكثر استقلالا مثل إيرلندا الشمالية لأنه كان في دولة إيرلندا الشمالية في دولة بالعراق لم دمرت الدولة الدستور نحن في العراق كتب بطريقة لا تشبهها أي طريقة جرت في أي مكان بالعالم يعني ليس أبناء العراق من كتب الدستور الدستور لم يأتي من خلال نبض وضمير وتاريخ وتقليد وأعراف وثقافة الشارع نوح فيلدمن الأستاذ قدمت المسودة للعراقيين وكانت مكتوبة 65% من عندها كان عليهم يملون 35% وال35% لم يكتبها قضاة وناس أخصائي قانوني كما ينبغي أن يكون يكتبون إنما من الذي كتب كتب رمو السياسية تمثل فئات كانت في زمن قريب متحاربة مع بعض هالبعض أكراد على حزب دعوة على حزب إسلامي على مدرئة فهذولا كل السياسيين أفرغوا ما في جعبتهم من خلافات سابقة ومخاوف للمستقبل أنه ترجع فصار الدستور دستور لا يمكن تنفيذه هناك نقطة أعلاقة باللي ذكروا فراس قبل شوي على موضوع شمال إيرلندا الفرق الأساسي الحقيقة أن الفئات اللي تفاوضت في شمال إيرلندا كانت تمثل الناس صحيح الشينفين يمثل الكاتوليك الثانيين يمثل البروتستان صحيح وبريطانيا ليس أن هذه مجموعة من النخب الفاسدة اللي كلها ما إنها تسرق وتطلع الثروة برى البلد ولا هي سألة بالناس سواء كانوا شيعة أو كانوا سنة ولذلك ضروري أن النخب المعتزلة التي تحدث عنها مستاذ صباح أن تبحث عن أساس حقيقي للصراع الصراع على أسس طبقية على أسس حقوق الناس جميعا بمقابل ما يحصل عليه النخب الفاسدة والأقليات الفاسدة ولا أقصد الأقليات العرقية والطائفية ولكن الأقليات السياسية إذا تحولت ووصلت الصراع إلى هذا الاتجاه أعتقد بأنه سيتم تحقيق إنجاز ستحتهم بعض الوقت ما هو صراع ما إحنا قديس صرنا صرنا من ألف وثلاثة أقول لك شيء تعرف من واحد وثلاثة عمليا ليس من ألف وثلاثة من واحد وثلاثة لليوم والعراقي يعاني من الحصار أولا ومن التجويع وإلى آخر ثم بعد ذلك من قتل وطائفية بعد الألف وثلاثة شوف الألف وثلاثة أهم شيء اللي سوتها دمرت الدولة العراقية صحيح كل الأشياء الباقية ممكن تتحدث عن الدكتاتورية والنهب والسر وعسكر وكلا ممكن تتحدث ما تشاء لكن 2003 تم تدمير الدولة العراقية هو مفهوم الدولة هو مفهوم الذي يشمل الشعب والأقليم والحكومة هذا تم تدميره في عام 2003 يعني حتى في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وفي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لم يتم تدمير الدولة حتى حينما انهار المعسكر الاشتراكي رومانيا وغيرها لم يتم تدمير الدولة دمرت بعض الأشياء الانقلابات اللي كانت تصير الثورات اللي صارت كلها تبقى الدولة تزيل بعض الأشياء منها المهمة باستثناء العراق 2003 تم تدمير الدولة بكافة مفاهيمها يعني ما مفهوم المواطنة الشعب الحكومة ما تداعي ما تداعي أنك مثلا تأتي وتدمر مثلا واحدة من أهم المسائل اللي احنا ربما في عداد الأشياء لما الناس تموت بالعشرات بالآلاف لا تهتم تقول لك مبنى مبنى لا مشكلة لكن لما يكون مثلا دائرة النفوس والسجلات الوطنية ما الذي تفعله أنت تمحوا حقيقة أي نوع من القدرة على تتبع سجلات العقارية تم تدمرها العقارية راحة الأحوال الشخصية تنتمع لا يسكن دمر هذه تهيئة الأرضية للسرقات والتغيير الديمغرافي والتغيير الديمغرافي يعني موجب اتفاقيات موسيقى 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 شكرا